على سبعة مقاعد نيابية سيكون التنافس محتدما في محافظة المثنى رغم تراجع عدد المرشحين إلى تسع وتسعين مرشحا مقارنة بمائة وثمانين وخمسين مرشحا في الانتخابات السابقة يمثلون خمسة ائتلافات وثلاثة كيانات سياسية وتسجل مفوضية الانتخابات في المثنى تقدما ملحوظا في توزيع البطاقات الانتخابية للتسويتين العام والخاص قام المكتب بتوزيع 12262 بطاقة على مستوى المحافظة للتسويت العام بنسبة 62% من البطاقات المستلمة وتسويت الخاص 1775 بطاقة بنسبة 68% من البطاقات المستلمة تسويت الخاص ومن باب المجرب لا يجرب فإن المشهد الانتخابي في المثنى شهد ترشح ستة أعضاء من مجلس النواب من أصل سبعة من ممثلي المحافظة في الدورة الحالية المحافظ الحالي والمحافظ السابق لم يتركات تنافس الانتخابي أيضا عشرة أعضاء من مجلس المحافظة بينهم رئيس المجلس يتصدرون قوائم انتخابية مهمة في المثنى الواقع الانتخابي محكوم بعدة عوامل منها العوامل العشائرية منها عوامل حتى العوامل الحزبية الموجودة سطوة الأحزاب وغيرها وحتى العوامل المصلحية المجرب لا يجرب ممكن أن تطبق جزئيا في محافظة المثنى خلال هذه الانتخابات ويبقى رأي الشارع متأرجحا في رؤيته لاختيار المرشحين سواء ممن جربوا أو سواهم المرشحين القدامة ما في دوننا طبعا مجربين المجرب لا يجرب هو بالتحديد للفاسد أن لا تجرب ولا تكرر الفساد ثانية انخفاض عدد المرشحين إلى الدورة الانتخابية المقبلة نحو 60% عن سابقتها مؤشر على صعوبة المعركة الانتخابية التي تحتاج إلى المال والسلطة وقاعدة انتخابية شعبية ثابتة لا تتوفر إلا عند مرشحين محدودين من السماوة أحمد السعيدي الحرة